حاليا نكتب حرف السين السن الأول السن الثاني أكبر هذا المقطع يشبه حرف النون يشبه حرف النون هذا السن الأول السن الثاني هذا الفرق هذا الميزان الكلمات أو الحروب السين أو الشين وبيننا هذا مثل حرف النون مرة نلجع الحرف النون رح نشوف حالات النون النون يكتب أكثر من شكل هذا أحد منهم حرف السن الثاني اللي هو الممدود هذا السن العادي حرف السن الممدود ننزل بالسين أنا وقفت نحن ننزل نزلة واحدة بس هنا حبيت أشرح شغلة لما نوصل هاي المنطقة النظر الكتابة لما نوصل هاي المنطقة النظر مالتنا إلى بداية القلم إلى بداية القلم إلى بداية الكتابة حتى نعرف ما نوقف و ما ننهي الحرف شوف بعدها نكتب عندي قلنا يشبه حرف النون طبعا مو شرط يكون بهذا الشكل حاليا نكتب أمرة واحدة نكتب أقطعة واحدة هنا عني وقفت حتى أشرح لكم يعني لما ننزل لما نوصل هاي المنطقة نستعد الدورة النظر يصير هنا وهنا نفس الوقت نشوف شوقت نوصل تقريبيا شوقت نوصل وياها بحد مستقيم هس نشوف حرف السين المنطود نزلت حاليا عندها أشوف شوقت أطلع حاليا أنا شوفت وين أصبح بس بصلت الخط المستقيم وياها كتابة وهذا مثل ما شرحنا النظر شوفنا وين وصل نحن نقص بالنقاط وهذه المنطقة تكون وهذا الشكل نجعل مادة مثلا إذا مثلا أكو شخص يقول كب نقطة خط الديواني مرن ما ينقص بالنقاط بشكل مضبوط يعني ما ينقص بالنقاط ونتقيد بها يعني المادة مالسية ممكن تكون أطول حسب السطر اللي عندنا والكلمات اللي موجودة فنحتاج مثلا مادة شبيرة هنا نوازن مادة ثانية هاي بعدين نتكلم بها مثل ما الباء المندود أو الكاف اللي رح نوصل لها هنا هنتعمل ويا سطر الديواني مثل السلم الموسيقي نحن نحاول نوازن إذا صار عندنا نزلة هنا نحاول نعوض ها بنزلة ثانية إذا صار عندنا نزلتين هنا وفي سطر ممكن نخلي هنا نزلة تحت نزلة أو حرف صاعد مثل كاف أو شي هاي الأمور بعدين نجي هذي الديواني لما نكتب الأسطر ونتكلم عن السطر الأول والسطر الثاني حاليا هذا الحرف سين ممكن هكذا إذا أشين ممكن وصل ها نكتب مكتب الشين وبعدها إن شاء الله نكمل بقية شرح الحروف شكرا